حصيلة تقيلة ومرتفعة لحوادث المرهورة والتي سجلت أفاية عديدة سيما مركبات المسافة الطويلة التي باتت تحصد الأرواح يوميا نهيكا عن حالة الطرقات المهترئة بالإضافة إلى التلعبات بلاسعار في مدارس تعليم السياقة التي تؤثر على تكوين السائقين سوميرومورك يقلع من جزة العاصمة يروح لتين دولة أمنا رأسط محب الشيء هذا ما الشيء غير ما أقول هذا لا في القوانين لا في الإنسان يروح أقلك سواء في البريفي ولا في تعليل الشركة برنامج الوطني الذي فيه 30 ساعة سياقة 25 ساعة تعقل المرور نبا نقول لك بصفة عامة على الجملة قاعد الولايات بلك تلقى 3-4 في الولايات لا يتطبق شيء هذا تلقى الوطني تلقى الوطني يقول لك 1.2.000.000 والدولة تلقى 3.400.000 30 ساعة و25 هذا هو المشكل المناطق الأخرى غياب تام للإشارات غياب الإنارة الممهلات العشوائية الحفلات المسافات الطويلة لازم يكون ندوب الكنزيكتور لازم يستنى هذا السائق الحفلات في المحطة وهو يهبط ويطلع اللي يكون يستنى بدوره في محطة الحفلات ويكمل السير نتعوه باش نتجنبوه مخطر هذه الطرقات الشاحنة والحفلات كانت لها الحصيلة الأكبر في هذه الحوادث نتيجة التهاون أحياناً ما يجعلهم عرضة لعقوبات وغرامات كثيرة بالصناف الثقيلة يعني السي والدي والكار والكاميو والسومي هذه قادرة الغارة ما تصل 100 مليون وحتى 10 سنين سجن في حالة ما يكون قتل عمدي وكانت تعديل وحدة أخرى راح يكون أشد من هذا راح على مستوى الوزارة باش يناقش على مستوى الأمن عمي الحكومة وبعد يكون أبريكا بلا حوادث باتت تتصدر الأخبار اليومية وما زالت مجازر الطرقات تسجل الحصيلة الأكبر للوفاية في الجزائر إذا وجب إيجاد حلول وقوانين صارمة للتقليل منها موسيقى